بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده لا شرك له نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نستغفره ونتوب إليه ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونصلي ونسلم ونبارك على جميع أنبيائه وسائر مرسليه وعلى المبعوث رحمة بالعالمين النبي الأمي الأمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خير صلاة وأزكى سلام وبعض أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البوادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم روضة العقلاء ونزهة الفضلاء وسوف نتناول في حلقة اليوم بإذن الله تعالى ما ذكره أبو حاتم ابن حبان البستي من الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها ويروي لنا ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة كل شيء ما يقول أبو حاتم الواجب على العاقل أن يقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها فمنها ما هو كائن لا محالة وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه فإن دفع الوقت العاقل إلى حال شدة يجب أن يأتزر فيها بإزار له طرفان أحدهم الصبر والآخر الرضا ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم ثم فرد الله عنها في أقل من لحظة ولقد أنشد في ذلك محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي قول الشاعر كم من أمر قد تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج ولعبد مؤيس قربه قدر الله فعاد بالنهج فله الحمد على ذي سرمدا ما أضاء الصبح يوما وبلج وكذاك الله رب قادر يصلح الأمر الذي فيه عوج وله الحمد على آلائه يستديم اليسر منه والفرج وعن أبي الحجاج الأزدي قال سألنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ورضاه ما الإيمان بالقدر قال سلمان رضي الله عنه إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنشهد الأبرش قول الشاعر هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود وعن ابن معمر قال لما حاصر الحجاج ابن الزبير بمكة حاجاج ابن يوسف لما حاصر عبدالله ابن الزبير بمكة ورمى مكة بالمنجنيق جعلت الحجارة تضرب الحائط فقيل لابن الزبير لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر فقال ابن الزبير هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقادرها فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها ونعم بالله العلي العظيم مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى فانتظر من جديد نعود إليكم مشاهدين الكرام ومع أبي حاتم البستي يروي لنا خبرا طريفا عن سفيان عن مسعر أن رجلا ركب البحر فكسر به انكسرت السفين فوقع في جزيرة من جزائر البحر فمكث فيها ثلاثا لا يرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فآيس من الحياة فتمثل بقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب فإذا به يسمع كأن مجيبا يجيبه فهات يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فما هو إلا سفينة في البحر ينظر في البحر فورغ فرأى سفينة فلوح لأهلها فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا كثيرا ورجع إلى أهله سالما وأنشد محمد بن جعفر الهمداني بصور أراضي لبنان على ساحل بحر رجوم كانت العرب قديما تسمي البحر الأبيض المتوسط بحر الروم لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال وأنشد المنتصر بن بلال الأنصاري قول الشاعر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر عسى ما ترى ألا يدون وأن ترى له فرجا مما ألح به العسر إذا اشتد عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر وأنشد منصور بن محمد الكريزي قول الشاعر تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا وللمقادير أسباب وأبواب ما اشتد عسر ولن سدت مذاهبه إلا تفتح من مسروره باب وأنشد محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي ألا رب عسر قد أتى اليسر بعده وغمرة كرب فرجت لكظيم هو الدهر فيه يوم بؤس وشدة ويوم سرور من فتى ونعيم وعن عبد الواحد بن زيد قال قلت للحسن البصري يا أبا سعيد من أين أتى هذا الخلق قال من قلة الرضا عن الله قلت ومن أين أتى قلة الرضا عن الله قال من قلة المعرفة بالله يقول أبو حاتم البستي يجب على العاقل إذا كان مبتدئا أن يلزم عند ورود الشدة عليه سلوك الصبر فإذا تمكن منه حينئذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا فإن لم يرزق صبرا فليلزم التصبر لأنه أول مراتب الرضا ولو كان الصبر من الرجال يعني لو كان الصبر رجوا لكان رجلا كريما إذ هو بذر الخير وأساس الطاعة مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم فانتظروا يروي لنا أيها المشاهدون الأعزاء أبو حاتم البستي عن سفيانة بن عيينة قال سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال أوحى الله إلى داود يا داود اصبر على المؤونة تأتك مني المعونة وأنشد عبدالله بن الأحوص بن عمار القاضي قول الشاعر صبرا جميلا على ما ناب من حدث والصبر ينفع أحيانا إذا صبر الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر وأنشد أبو يعلى الموصلي قول الشاعر إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثم وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالضفر وأنشد عبد العزيز بن سليمان الأبرش قول الشاعر أتاك الروح والفرج القريب وساعدك القضاء فلا تخيم صبرت فنلت عقبة كل خير كذاك لكل مستبر عقيم قال مضر أبو سعيد قال عبد الواحد ابن زيد ما أحببت أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهو رأس المحبة يقول أبو حاتم الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له وأول درجته الاهتمام ثم الطاقم ثم التثبت ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا وهو النهاية في الحالات وعن معبد عن أبي المليح عن ميمون ابن مهران قال ما نال عبد شيئا من جسم خير من نبي أو غيره إلا بالصبر وأنشد المنتصر ابن غلال الأنصاري قول الشاعر فما شدة يوما وإن جل خطبها بنازلة إلا سيتبعها يسر وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر وأنشد علي بن محمد البسامي قول الشاعر تعز فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمة وبؤس والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للذي ليس يجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمل مع هذه الأبيات الحكيمة الرصيمة تنتهي حلقة اليوم أحبة المشاهدين الكرام وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة نتناول بإذن الله تعالى فيها ذكر الحث على لزون الصبر والرضى بالشدائد فحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونترككم في دعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا